لقاء اليوم مصور بعدسة فنان محترف نال إعجاب الجمهور وثقته بسرعة كبيرة للفن في حياته قبلة ومسار صحيح سياد ماهر لأهم الجوائز العالمية سرق أحلى اللحظات بين غمرة وبوسة دمعة وفرحة خلق تكوينا إليس سمعان مخرج صنع في بيروت إليس سمعان أهلا وسهلا فيك بهذا اللقاء الخاص وأنا بدي أشكرك بداية أنك لبيت دعوتنا تنحكي أكتر بخفاية وكواليس العمل الدرامي مع مخرج مميز ترك أثر كبير وبصمي حلوة بعالم الإخراج إن كان في لبنان أو حتى عربيا شكرا لك أنا مبسوط كثير من معك اليوم خاصة هون جماعتني بهذا البيت تحديدا لك ذكريات حلوة بهذا المكان كثير في ذكريات العالم بتعرفها حتى أنا مش بس بيروت 303 هنا شكرا لقصة خبرني إلي قبل ما نحكي بتفاصيل الدراما والسينما وأعمالك وأكيد حياتك المهنية أداة بتعني لك بيروت على الصعيد الشخصي أف كثير كثير ومرة ما عم بحكي هالحكي بس لأنه لازم نقوله أنا بالنسبة لقليق أنا معي بسبور كندا ربيد بي كندا بس أنا ما بفل من لبنان إلا إذا جبرونا نفل أنا ما بفل يعني إلى آخر نفس أنا هون وفهم كل شخص بفل بفهم ظروفه وفهم الوضع بس أنا من معا ما بشرجع أنا بحب لبنان كتير أنت أتعد بهذه التجربة يعني خلال الحرب اللبنانية سفرت تركت لبنان ورحت ع كندا كندا عبر شمس سنين شو رجعك يا إلي العيلة وفتكر هذا أجمل قرار أخذه يعني رجعنا كلمال ست و جد اللي موجودين هون كلمال العيلة كلها اللي موجودة هون رجعنا لأنه أهلي كان بدهم أنا ربيت بكندا على حلم اسمه لبنان عن جد كنت قد قبر أصحابي بالمدرسة في كندا عن لبنان ولبنان ولبنان وأنا ما بعرف لبنان أنا فلات كتير صغير ما عندي ولا ذكرة بلبنان بس كان عطول في هذا الحب وهالشغف لبلد بحلم فيه سوى ترجعنا كان مثل إذا بدك حلم أنه ما حرجعنا على لبنان وما بنضم اليوم لبنان بيشبه لبنان القديم أو تغير عليك كتير أكيد تغير أكيد تغير بس لبنان ما بيموت لبنان راجع ولبنان طالما نحن قوي في باقي لبنان بيشتي بيروت كنتوا مصررين تواصلون أنه دايما خربانة يعني الممثل السوري عبد فادي يقول خربانة نحن 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 نصلح الوضع العام نحن نصلح وجهة نظرنا للأمور يعني أنا اليوم كيف أطلع على الأمور يا بطلع فيها بسلبية وبعيش سلبية كل وقت يا بدي بدي أتقبل الوضع وقول إنه بدي أعمل الأحسن بالظرف لأنا فيه هيك من صلحها إلي في هيك سر حلو بشغلك أنا بعرف دايما البطولة بتكون للممثل اللي بيكون صف أول بحبو الناس بصير عنده فانز للفنين للمطرب الأشخاص اللي بيكونوا باكستيج مثل المؤلف مثل الكاتب مثل المنتج ما بيكونوا نجوم شوية بيكونوا يمكن معليهم ضوء أو هالقد سبوتلايت مثل اللي بيكونوا هالقد بالصورة قدام المشاهد ليه أنت سرقة النجومية من كل طاقة من العمل دايما بيطلعوا على إليس معان بالعمل إن كان كليب عم نوحكي أو مسلسل أو حتى فيلم تانكيو يعني ما وحف شو ديلك تانكيو في عندك جواب أنا ما عندي جواب أنا ما كان منو شي بقصود وهلأ عم بسمعوا معك إذا بدك أنا شخص بلعب لعبتي لحالي وما كثير بنخليب يعني بخلي الشغلة بحضر كثير وبروح برجع على بيتي مني قاصد هذا الشي كله يسير وحمد الله نشكر الله إذا هلأ عم بسمعوا منك تانكيو كل اللي يشتغلوا معك اللي يحكوا بهذا الموضوع يعني ممثلين عم نحكي من الدرجة الأولى منتجين دايماً يترك إليه انطباع جيد عنده يمكن جيد جداً إذا بدك كان فيه شي صعوبة مع ممثل معين خفت أنه تشتغل معه لأنه يمكن عنده عمر أو تاريخ كبير بالدراما لك دايماً في أول مرة بتعرف على ممثل عنده خبرته وتاريخه اللي هي أكيد أكبر من خبرته في هالأحساس لثاني أنه قدير رح يسلمني حاله قدير رح يكون مستعد يقول يسمع لك يعني ليس أكثر من يسمعه هو عن جد يسلم حاله أنا هون يصبح اللعبة الحلوة عندما الممثل يسلم حاله للمخرج ويعطي سئة للمخرج ولما المخرج يكون شايف هالأد خيفين على الممثل وهالأد شايف الممثل يعبده وطلع شي جديد وهون تصبح عن جد لعبة حلوة هلأ أولا ما وجهت مع أولا ممثل مشكلة بهالمموضوع عطول ما في شكله عطول أول لقاء بيكون شوية في وجهتين نظر بعدين لما نقعد نحكي مع بعض بشوفه سيفي الرياح بالموضوع بس شفناك مرات تكون حافظ النص طبع المسلسل السكريبت كله مرات وأكتر من الممثل حتى أدي ساعدتك تجربتك التمثيلية أنه تفهم هالأد أد أدوات الممثل وتعيشها معه كمان واذا بدك تعطيها على العصة أكتر أنا بواخز بعض المخرجين اليوم يلي هي فقدنا يمكن شو هي الإخراج الإخراج هو من أنه بس حب كاميرا وأكد أنه ضوية صح الإخراج هو إدارة الممثل أولا الممثل هو قبل كل شيء أنا بالنسبة لأله الممثل رياحته كيف يمثل الأحساس هؤلاء التفاصيل هنا قبل كل شيء يعني اليوم نحنا إذا بتخلي مشاهدي يحس هو يحضر مشهد أهم من أنه تفرجي حلو الدكور أكيد تنقله الأحساس للمشاهد أنا لا نجمع كل شيء بس قبل كل هؤلاء فيه أحساس الممثل الممثل قبل كل شيء وخبرتي بالتمثيل مش أقول خبرتي بداية بالتمثيل ساعدتني أفهم الممثل لشو بحاجة أنا لما كنت ممثل بيوم الأيام كنت أعرف أنا لشو بحاجة أسمع من المخرج شو أحس أنا وعسّت إذا كثير في ناس حوالي إذا هذا الشي بدايقني به المشاهد أو ما بدايقني هدول ساعدوني لحتى اليوم أتعامل مع المثلين بغير طريقة اشتغلت إليه مع ممثلين مخضرمين فيه شي ممثل منهم قالك أنه ضويتلي على نقطة أنا ما كنت أعرفها بعد مسيرة طويلة لما احتللي لشي مهم ولا ما فينا نحكي بها الموضوع مش مفرين نحكي بعدهم يعني فيه كذا حدا نقلي مش ضويتلي على الشي ما كنت أعرفه فيه كذا حدا قليت طلع شي جديد مني كلمة جديد حلوة قدمته بطريقة مختلفة هي حلوة لما المثل الجاي اللي عندك بده يعمل شي جديد بده عبله هذا الدور مايشبه أي دور اللي عبل بصير في التحدي حلو حنحكي بهذا التفاصيل بي سياء الحلقة باكورة أعمالك الإخراجية كان ضمن الأفلام القصيرة اللي عملتها هو فيلم هيدا أنا يلي أخذ جائزة بمهرجان نيويورك السينمائي الدولي صح أدي أضاف لإلي هالموضوع كثير نعم نحكي بعدها كنت بعدنا مخلص البدايات مخلص جامع أو يمكن كنت مخلص الماسترز طبعي كنت خلصت الماسترز طبعي كان هو أصلا هذا الفيلم اللي عملته للماسترز وبعدته على نيويورك وأنا بالنسبة لألي براحت على نيويورك حضرت الأفتتاح طبع المهرجان وفلت الافتتاح طبع المهرجان فلت وكل شيء اللي هني عملينه برا لأنه هذا مهرجان لكل العالم أكيد فيلم اللي صغير اللي أنا عام لهم مش مش عيبين يعني ومجرد أنه راحة نيويورك كان شغلة اه هي أنا كي بالنسبة لألي كحد أول من بلشاني شايفة قصة كبيرة أنا حطيت دغري على البوستير طبع الفيلم حطيت ومبساط فيه وها بالنسبة لألي كانت كافية صراحت على الابنينج وفلت فلت من أماركا رجعت على البنان وكان بالنسبة لأكل شيء رواء بوعد ثاني نهار بعد نهاية الفيلم بلاقي كونغاتولاشنزيوون حس كان الشعور بين انه بساطة كثير ان ربحت بين انه يرتبقية بس حلو هذا الشيء اللي بيرجع للي كتابلك نحن بهمنا الأحساس يعني طالما انت تواصل الأحساس يعني ما بهم الأوقات التقنية مش بأهمية الأحساس يوم سرقتك الدراما من السينما خلاص صح أردت تركيزك أكتر دراما لقيتству اذاich نحن الدراما اللي عم نعملها اليوم بطل الدراما تقليليا يعني صارتS Подلك سينما طويلة أنت عم تعمل الكنوا إنانا شفنا بيرو 313 كأنه عم نحضر فيلم سينما مقسم لخمسة عشر حلقة للأمالة يعني انت نقلت هذه العدسة الإخراجية سينمايا على الدراما وهذا شيء حلول للمشاهد للمشاهد. لك بفتكر في انتقاد كتير بينقال على المخرجين. يلي هو انا ما بعتبر انتقاد. ويمكن اذا معك بقدر توضح هذا شيء. بيقولوا مثلا مخرج مخرج كليبات. كأنه هي ايهانة. كأنه هي عيب. انه واحد يكون يشتغل الكليبات كمان. مدين لبك يبلشت بالكليبات وبدع. صح صح. انا بعتبر اذا الواحد قادر يخلط بين جمالية الصورة على الكليبات. والاحساس سبع الدراما. ويضعهم مع بعض طريقة حلوة. هذا نجاح حلو. تعرف ان انا اهربت من هذا السؤال خوفا ما قلل من قيمة الحلقة. انا اسألك سؤال انه مخرج كليبات لجي دايما بيقولوله انه مخرج كليبات. قد ما الانسان اشتغل سينما او مسلسلات. اذا كانت البداية بكليب لفنان او فناني. بيضل اسم مخرج كليبات. او منه منه ايهانة. يعني هني بيعتبر فيه ناس بس يقولوا بيعتبروا حلوان عم هينوك. او عم بجاربوا حجموك ويقولوا لك انه 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 هلقت سقفك. بس هي منع اهانة. مخرج كليبات هي صناعي. انت اليوم اذا محاور سياسة ولا محاور فني. في واحدة منهم اهم من واحدة ما في واحدة. لا والكليب كانو فيلم قصير. انت عم توصل مسج وصورة واحساس ضمن غنية باسرع وقت ممكن. انا انا ما بعتبر انجاب ما بعتبر اهانة. بعتبرها شيء حلو. اذا انا عم بقدر انجح بالكليبات. وعم بقدر انجح بالدراما. الحمد الله. ارتبط اسمك الي ببيروت ارتباط وسيء. قلنا بالبدايات وقلنا انه مشروع التخرج كان ضمن بيروت. وبعدين الاعمال المميزة اللي قدمها الي للشاشة. وللمشاهدين كانت شتية بيروت. بيروت 303. فيه سر خاص باسم بيروت وايليس معان. حتى اذا بتحط على جوجل بيروت. ايليس معان بيطلع لك. بيروت. شيء منه سهل. سهل. انا اول شيء للشرف. ولي الفخر انه يربط اسمي بها اسمها المدينة يعني. بيتة. لها لبنان بيروت يعني. بس. ما كنت مقصودة. ما كنت مقصودة. بس لما صارت اجت شتية بيروت. كنت مقصودة كثير بالاسم. كثير معانه كان فيه كذا مرة حكينات عن غاية الاسم انا كنت مصر لا يبقى اسمه شتية بيروت. مش لا سبب اي استفزازة او وطنية كثيرة. هي لانه كل الشخصيات موجودة بيروت. وكل الوصح اللي هن فيه. والعمل كله ضمن نطاع بيروت. وتشت بيروت وتنظيف الوصح اللي هن فيه. لهالسبب. لما اجا بيروت 303. هون سفي السؤال منغير الاسم ولا منخليه. واللقين انا ولموا استيصادي انه لا خليه بيروت 303. انا مبسوط انه يربط اسمه. انا كنت عم بسأل حدا ناس اشتغلوا معك انه ما احد غير بالاسم. يعني ما اصر حتى انه الي كمخرج. انا جيت. انا جيت. انا جيت. نصب لك العمل. يعني بدو نحط حتى وينما كان على جوجل. انه الاعمال اللي اخرجها اللي استمعان. كلها فيها بيروت. بيروت. يعني انه حلو تماما يغيروا الاسم. بيروت 303 هي اسم رحلة. ورحلة لا سيكون اسمل رحلة يعني. على ما سيكون اسمها اميركا303 او او ماdsي اعرفت 308 او آس Engineers اقررنا ما نغيرا للا asym. يعني انا جيت على مسلسلين اسمن بيروت 303 وشتيا بيروت استلمت لا يوجد thế يوجد حلاء واء كان واجسا يوجد ply éléments يعقد الأعمال العربية المشتركة هاي اللي ساهمت بانتشار اسمك اكتر؟ انا افتكرة كل عام اللي عملته كان خطوة لقدام لا يساهم بانتشار اسمه أكثر أكيد العمال المشتركة هي انتشار أوسع بالعرب أكيد عندي سؤال غليز ليش شتي بيروت نجح وعلم عند الناس أكثر من بيروت 303 مع أنه العملين انحضروا وتم متابعتهم بشكل كتير كبير جماهيريا جواب بالنسبة لكتير هين نحن شعب عاطف كتير نحن شعب نحب العواطف يعني شتي بيروت بكة العالم شتي بيروت حرك أحساس عند العالم ونحن هذا الشيء نحبه نحن يمكن الاكشن ما بيشبهنا نحن اليوم ما بتلاقي بتبنيش بترقاطنا ما بتلاقي سيارة بوليس لاحقة سيارة تانية متعرضات وخبار هذول الأشياء يمكن حلوين بالفلومي بالمسلسلات بس منهم حقيقة ما بيشبهونا شتي بيروت كان بيشبهنا يعني قصة عائلة وقصة طار قصة زنمي عنده ولد عنده داون سندروم قصة بنت عم بتحاول تعمل شو مكان لحتى تطلع مصارلة لتشفي بيا مرة عم تتعنف من جاوزة وعم تسكت لحتى تحافظ على العائلة هول الأشياء منشوفهم يعني انت اليوم يمكن انت عم تعيش في عجارك ايه يشبهونا كتير صح شتي بيروت كان بيشبه العالم شتي بيروت لمس العالم أكتر بيروت 303 هي قصة عائلة فقدت ابنة بالتيارة وقصة درامية العالم حضروها ومبسطوا فيها بس ما راح تددق به بيام الأكشن كمان صح بس احنا منحب لربك ما الحزينة نحن نحن احنا نحن حاول نحن بحب اللي بتحكنا كتير يعني اللي بلنص ما producingه مبعملنا كتير كمخرج اليعتيني انت ادد ذاتي واحد لبيروت 303 بعد ان عرض العمل كنت بتتمنى لو اشتغلت به الموضوع اكتر كنت بتمنى لو كان معنا وقت اكتر ان كان من نحية الكتابة ولا ان كان ان كان من نحية التحضير و التصوير الذي أطرد بيننا رمضان لكن طوال tabs و لاحق في رمضان لأسف لم تحتو الوقت و لم تحتو لحق في رمضان لأنني لم تحتوى الوقت هو كان العامل اللي يلعب ضدنا وما لاحقنا رمضان لأنه النص ما كان خالص كتابته هو كان مفروض يكون أول مسلسل 15 حلقة برمضان ونعرض على منصة على شاهد بس عم ينعرض العمل إليه على منصات أو بلاتفورمز عم يخسر من قيمته أو عم ينشاف أكتر أنا أول ما بلاشنا كنظل نقول أنه يمكن على منصة ما ينحضر كتير بس شات يا بيروت برهن لأنه لا كتير بينحضر عم ينصات كتير كنا عم نسربه تسريب عجب كنا اللي ما عنده شاهد عم يخدوا لينك من هول أو من هولين بس كنا عم يوصلوا هلأ اليوم شات يا بيروت سيبدأ على الان بي سي فور أنا بعضنا من الناس التقليدية أنا بحب التلفزيون أنا بحب أعرف أن العالم كلهم ساعة 8 ونص بالليل قاعدين هلأ قدام تيفي كلنا عم نحضر هالم خطوة جو العيلة جو العيلة ويخلص ردة الفعل العالم أصداء العالم تجيب بهالوقت أنا اليوم يكني جييني أصداء على العودة اللي أنا عمله من سنتين أنا عم ينشايف هلأ على التلفزيون عم ينشايف هلأ على شاهد بس كمان الاتجاه العالم كله رايح على بلاتفورمز يعني نحنا عم نصير مجتمع ديجيتال إذا بدك سو تزعى لما بيقولوا أنه هذا المخرج للمنصات هذا المخرج للتلفزيون نعم أبدا برجع بقول لك في ناس نحنا للأسف منحب منحب نحجن بعض منحب نهت بعض منحب نعيّر بعض منحب نفكر أنه هذا الشي عم بيأزينا عم بفكر أنه زانا أنت قدامت عمل بثلاثين حلقة وعمل بخمسة عشر حلقة يعني كان حينعرض شرتي يا بيروت لو ثلاثين حلقة على التلفزيون ما بيأسر ما بيأسر وحتى خمسة عشر حلقة ما بيأسر ما بقى تقليل تقليل عدد الحلقات ما بقى معيار للمقيم شخص أبدا أصلا أمام قبل وطعا أنك تبعني في الجامعة كانت دراما أصلا خمسة عشر حلقة وثلاث عشر حلقة يعني ثلاثين حلقة كان بس لرمضان كان بقى المسلسلات كانوا 12 13 14 بتحن للتمثيل إلي من أيام القديمة يمكن مروان نجار مروان نجار صح البدايات كانت مع مروان نجار بعدين مع مروان حداد بفاميليا وبيبنة معلم فاميليا كانت مضمن فاميليا كانت مضمن صح صح بتحن أنك ترجعوا مثلا أو ملاقي حالك مخرج مرتاح أكتر مش قصب مرتاح أكتر مبسوط أكتر يعني أنا بلاقي حالة بالإخراج أنا متحكم بالموصرين كلهم صح لا لا يعني كل إنسان عنده عنده وين بيلاقي حاله بلا عرفت وأنا لقيت حالة أكتر من الإخراج تكرار العمل إلي مع عبد فهد هو السلاح زوحدين أي حد كان غالب أكتر أنا ما شرط منه غير حد واحد صراحة واليوم أنا بتربطني صداء كثير كبيرة بيعابد وبعيدة مرة ثالثة ورابعة وخمسة وقد ما بدك بعيدة أنت يلي طلبت عبد ببيروت 330 أو الشركة هي اللي بدك عبد بعمل المسلسل نحنا أنا فت على شتية بيروت فيه عبد فهد وتعرفنا أنا وعبد هونيك وتبلشنا بي وتنجحنا نصور بشتية بيروت نحنا عم نصور وكان في كتير كمسر قوية وهو كان عنده مسلسل بيروت 300 وثلاثة ورقبت أنه إلي بيصور بيروت 300 وثلاثة لأنه تفقنا كثيرا مع بعض ما نقز عابد أنه مخرج جديد؟ لا تتسرق له لكن أنا ما عندي شك إنه مدى ما وصلت تكشي مرة أنه شوي داعي سفريم أو خايف أنه مخرج شاب جديد وأنا عابد فهد ما كان في هل هو ولا لا؟ ما وصلني بالعكس هو أول أكتصال بيننا كان فيديو كول دقينا لبعضها منحكي فهو أعطاني إياه للإعجاب فهو حسسني ليس أنه عابد فهد ولكنه حسسني أنه يريد أن يعرف كم أنا متمكن من الوضع الذي أنا فيه لأنه عابد جدا عنده انتقاء للشخصية بالعمل وهذا الشيء الحلو بالشغل معه حلو تشتغل مع إنسان يخاف على اسمه حلو تشتغل مع حدا قد ما يكون صنع له سنين بعده لليوم كأنه أول عمل له هل قد يخاف على حاله ببيروت 303 اخترت ندين الراسي وقدمت بقالب تمثيلي جديد دور مركب دور صعب نحنا مش معوضين على ندين هيك وما شايفينها ليه اخترت ندين بالوقت اللي كانت هي غايبة عن الصحة الفنية وترك فرغ خلينا نقول كان فيك تستعين بحدة تاني غير ندين موجود على الصحة واسم كبير كمان مثل ندين أكيد بس أقول لك شي ندين بعدها اليوم أكبر برهان إنه ندين شو ما تعمل العالم كلها بتحكي فيها العالم كلها بتطلع عن ندين شو عملت حتى بغيابة مغابت ندين مغابت وندين كانت إذا بدك الساحة متعطش لقلو العالم بس إلنا أنه ندين معنا العالم كلها كانت ناطر ندين شو رح تعمل صحيح لأنه كان في غياب لأنه كان في غياب وندين مسلة مش قوية ندين مسلة كتير قوية وبرهنة هذا الشي ببيروت 33 لما أنا كنا عبالة نرجع من قبل أنا كنا عبالة إذا بدك حتى منشط يا بيروتكم على ندين يعني ندين غلبة سلافة معمار نا بهيدا المسلسل نا سلافة غلبة حالة وندين غلبة حالة اللي بينتنا الناس كلها أنا سلافة من عشاق سلافة معمار بأي عمل كان الناس كلها بهذا العمل ركزت على ندين الراسي سرقت الضو ندين من عابد ومن سلافة لحقلك شغلة صارت العمل كله كان مقام ليقدم ندين بشكل مختلف لأ اللي صار هو أنه ندين كان دوره بأول كم حلقة ريئة جداً ومسلمة جداً ما كانت مبينة بعد وبعد ريئة والعالم كل ما حدا يقول لي لي جاي بالندين على دوره قالوا بس انطروا شوية صغيرة انطروا شوية بالآخر ندين عم نتقلبي بينما دور سلافة كان من الأول ماشي بهذا الاتجاه سونادين إذا بدك عملي تنقذ بآخر كم حلقة يمكن من هيك نحكي بس بس سلافة ما حدا غير سلافة في لعب هيدا الدور وندين لو لعب دور سلافة يمكن ما كنت نشحيته سلافة لو لعب دور ندين يعني كل واحد منهم كان تركبي بدوره على الأد ما حدا غلب التاني كمخرج تمثيلياً مين عطاك الفيلينجز أكتر الإحساس بالدور كمخرج؟ ما في يعني ما يعني كلهم عن جد حربيعي اللي عم تكون دي بلوماسة بالحل ما عم تكون دي بلوماسة عن جد بالنهاية أنا شو أنا بدي أجيب مسلي فشل دور أنا بالنهاية اثنائتهم موجودين بالعمل لأنه أنا عارف أنه هيدول اثنان رح يمسكوا المسلسل ويعلونها مستوى تاني سلافة معمار بنفس الموضوع حكيت أنه بيروس 303 هو طرح جديد للدراما كانوا الناس معودين على بطل سوري وبطلة لبنانية جيتوا أنتوا كسرتوا هيدا العرف وخلقتوا نقطة تحول مثل ما تقول سلافة بالتحديد بما قال لها بحياة الدراما اللبنانية السورية أو العربية المشتركة ما رأيك بتعليق سلافة بالتحديد؟ صح نقطة تحول بالدراما صح يعني نحن لم يجب أن نطلع على لبناني سوريا لبناني سوريا عن جد هيدا الموضوع صار لبناني سوريا بتعصدوه مش انتك شركات انتاج لا ما أعرف بس أنا أنا بالاجتماعات اللي أنا بكون فيها ولا مرة منتقصدها سنحكي شوي بهذا العمل المميز إلي أنك جماعت سلافة معمار مع عابد فهد بسنائية كانوا الناس متعطشين لألا من زمان المجتمع ومن إيامي كان ألم حمرة مع الراحل حاتم علي سنائية سلافة مع عابد فهد كانت أضعف أو أقوى من سنائية سلافة مع معتسم النهار ببيروت 303 لا ما قالك شو سنائية سلافة سلافة مع معتسم النهار بيروت 303 هي علاقة حب الوحيد الموجودة بالمسلسل سو العالم كان العالم يحبوا يشوفوا حب وهذا الحب الصعب والمستحيل والما لازم يكون كانوا متعاطفين معها السنائية رغم أنه هي غلط أكيد وانتبهي ما صار في علاقة حب إذا بدك هي صار في لحظة لقد كانت أضعف جدا وانتبهي أحد يفهمهم وانتبهي أجتمعوا هم الشخصين مع بعض وستحصل الضعف جمعهم المصيبة جماعتهم العالم كانوا متعاطفين مع هال علاقة أكثر من علاقة الثانين مع أنه بالآخر عابد وصلافة رجعوا جمعوا حب العالم نعم زودك طيب بنفس العمل كمان قدمت معتسم النهار بقالب جديد مش معوّدين عليه وكان في بوستر مهضوم إليك وقاله أنه كما لم تشاهدونه من قبل مثلا وقت ذكرت اليوم معتسم هو نجم سالون زهرة بالجزئين الأول والثاني وبعضه العمل عملائي جماهيرية كتير كبيرة للأمانة إلي كمخرج خلا نحكي من قدم معتسم النهار بشكل أفضل أنت عم تجيب وعيد الآن سوف تقول عنه ديبلوماسيا بس هناك عم يلعب كوميدي بس أنت ضوات على معتسم لأول مرة أنه الشاب اللي ما ضوات عليه كشاب وسيم نحنا دايما نأخذ دور معتسم الججل أو الشاب الحلوي اللي كل البنات بيحبه حتى بسالون زهرة عمل كوميدي بس هو طالع بدور الشاب الحلوي أنا مبسوط من أنه مبسوط أنه مبسوط نقضي حلقة ديبلوماسية لا لا نقضي حلقة ديبلوماسية لحظة أنت كمخرج وين شفت معتسم النهار عطى أدوات تمثيلية أكتر أنا مبسوط بالنتيجة أنا ومعتسم سوا بيروت 303 كتير مبسوط أكتر من سالون زهرة صح؟ لا ما أخص شو؟ لا 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 ما أخص عم بلها كونيك درانه هونيك عميلا كوميدي ثم ما فينا تكتسأله أكتر من سالون زهرة لا بس كمخرج تشوف أنه بسالون زهرة مقدم دور يمكن يكون بسيط يمكن يكون صعب في بيروت 3 شوية دور معقد أو مركب أنا اللي مبسوط في بيروت 303 أنه معتسم لا أحد تضحك أنت معتسم قدر ينسل عالم كل شيء كنا عمله قبل صح وقدر هو تعرفوا هذا المكان هذا اللي عم جاري بوصله أنا بيروت هذا اللي كان مستحيل يصير إذا معتسم ما بده يعني لو معتسم جاي ما بده يسمع وما بده نتشارك مع بعض ما كان زبطت الخبرية ولو أنا معند كمان ما كان زبطت لأنه كان في كمسرية بينيطنا أنا وياه ولأنه كان هو جاي عباله يطلع بصورة جديدة وأنا كان عبالي أعطي صورة جديدة لمعتسم ركبة الخبرية هناك صورة جديدة جايتنا بالسنة الجاية لمعتسم صح؟ إن شاء الله لما صادق الصباح بتقول أنه ندين ناسيب نجيم هي النجمة الأولى سلافة معمار مبدعة اللي سمعان هو المخرج الأكثر أحساساً بين المخرجين اللبنانيين كلام جداً حلو أنا بوافق لما بموضوع الإخراج بعترض علي بتقييم الممسلات بتوافق أنت أنه ندين ناسيب نجيم هي الأولى اليوم بين الممسلات؟ كمخرج عم بحكي شي لك أنا عليك أول شي بدقول أنه أنا بدأ أشكر لمعه على هذا الليلته عنجد أنا لمعه بالنسبة لي هي مش بس شغلة عنوية هي هي رفيقة بتجنن لمعه أصلي أنت عنجد بالنسبة لي ندين نجيم هي رقم الصعب بدراما ندين نجيم هي رقم بين حسب وحسب بدأك نقول هي الأقوى مش أنا بأي من العالم هي هي الأولى يعني لا تقول حدا بعد أو قبل ندين نجيم يعني لا في كثير من مسلين كثير قوية في كثير من مسلين يمكن أقوى يمكن أضعف يمكن ما خص ما مش عايم القوى أنا بس رح أقول ندين نجيم هي رقم صعب دراما وجودة بأي مسلسل بيعطي تقل المسلسل وبيعطي بيخلي العالم تنطرر المسلسل أوالة سلاثة معمار مبدعة مين تمثيلة أقوى يا إلهي سلافة أم ندين أنا ندين مش شغل معا ندين مش شغل معا كتمثيلية مش جماليا كمخرج تمثيل ندين أقوى أم تمثيل سلافة بسكا مخرج دينا جواب سلافة مع أمر عيونة بمثلوه مرح جوابك على سؤالك إليح رايحك شوية ببريك أصير ونطلع أنا ويكتا نشوف ميكينج أوف عن أحلى عمل تقدم هذه السنة لسلطان أطرب أبو وديع كاملين هيدا اللقاء الخاص معكم كنا عم نشوف بالبريك لقطات حصرية من كواليس أغنية أبو وديع بيتكلم عليها والتي كانت تحت إدارة إخراجك خبرني بكل مصدقية هيدا كليب أو فيلم أصير هيدا كليب بيليق بسلطان أطرب جو جو صوف هيدا تخامي بتلبق له من أن أنسان عادة ما فيك تعمله شيء عادة أبدا ممنوعة سو إذا بدك هو فيلم كليب عمل كبير علاية السقف كتير مع أبو وديع علاية السقف كتير خراجيا هلالخطوة اللي بعد كليب أبو وديع هتكون أصعب لقلك أصعب على الفنان نفسه تعرف شو هي بنهاية لما نحكي بالكليبات بدك تشوف الغنية بدك تشوف النجم اللي مقابي لك يعني أنا اليوم ما في أعمل هيدا الكليب لحدا عمره 18 أو 19 سنة أو عمره 25 سنة يعني هاي كليب يلبق له سلطان أطرب غير كليبات ما في أعمل له سلطان أطرب عفتش أعزة؟ يعني بدك تشوف الغنية في غنية هويته لأبو وديعا هويته هويته هويت الفنان؟ بدك تشوف الغنية هي منع عرض عضلات القصة هي شو يلبق لهذا الشخص؟ الحلو بالغنية إذا بدك فنيا كيف جمع بين وردة وعبد الحليم بمقاطع خاصة إخراجيا شفنا هالفيلم نوعا ما القصير وشفنا أبطال الدراما السورية واللبنانية نرجعنا شفنا عبد فهد عبد المنم عميري والجميلة كمان زينة مكي شو سر ليه صدتوا تعاملوا خلطة درامية مع أبو وديعا أول ما بدأنا بأول ما حكيوني كرميل الكليب قالوا لأن أبو وديعا حبيب أن عبد فهد وعبد المنم يكونوا معه في الكليب نعم ومن هنا طلقت أن إذا معي ناجمين هالأد كبار اسم هالأسامي هالأد كبيرة بالدراما لا يمكنهم أن يكونوا عرضين أذياء في الكليب لا يمكنهم أن يبينوا حلوين وخلصت يجب أن يكون هناك قصة يجب أن نعمل فيه يجب أن نعمل فيه يجب أن نضع أبو وديعا في المحل الذي يبقى له وهو المسرح ومعه الضخام يعني تصدر أبو وديعا التريند رغم أنه هلأ مونديال صح والناس هم بالطابع أكتار صح أي منتخب حيات أهل بالرغم يعني الوقت اللي نزلت فيه الغنية مازالما بالعكس كانت متصدرة أكتار تعرف شيء أنه أنا مش تفجأت أكيد ما تفجأت بس أوات فيه ناس لو قد ما بتعرف قيمتهم وكبرهم بس تلمسها على الأرض تحسنوا ماما عام صدق ما نحن ليه الآن شيء مش معقول يعني مش معقول أنه بدون ما يتعذب ويعمل أي تيزر أو يعمل أي كامبينة أو أي حملة أنه أنا رح نزل فجأة نزل كيب وغنية والعالم كله صارت عم تحكي بأبوادية هل قد إنسان مهم هل قد إنسان له تأثير بالعالم وتتطلع فيه مثل ما بيقول عبد فهد أنه هذا إنسان يدرس لأنه إنسان قدر رغم كل المشاكل اللي قطع فيها ورغم وضعه الصحة قدر يتأقلم ويضبط وضعه أوطاره الصوتية لتلقم وضعه الصحة واللي يظل واقف عندما يغنى ويظل يقدر يوقف دائم العالم ويعمل حفلات أنا شايف لما تفتح البردية على أبوادية العالم شو يصير فيها هيدا حالي لا تتكرر عن جد لا تتكرر أبوادية دلو مكمل معاكم الكليب مفل مزعيل مع عصب عليك مطلعت النزعة الوسوفية بالعكس كي المبسوط فتت لعنده على الأودة لما خلصنا تصوير وقلت له يعطيك العافية وزقفنا كلنا خلص أبوادية على لقطاته كننا بعدنا مكملين بس خلصت الكليب بالآخر أنا فت على الأودة عم جيب غرادة لقد وجدتوا بعضه قاعدة جوا وبعدك هون أمسا يتضحك قلتوا فوت فوت بعد نصوير بعد قال لي خلص لا لا خلص تجربة مميزة اللي أكيد لعبوادية وكتشفت شي فيه اللي هو تواضع منه عادة يمكن اليوم حدا بيكون عامل غنية واحدة ناشحة بيحط حاله محل كثير عالي هو عنده مش غنية هو عنده سنين نجاح تأثير للعالم بغض النظر عن كمية أغنية يعني الأداب يأثر بالعالم أداب في عالم تعشأوا تعبدوا صحيح صار عنده مثل أهم من أي سياسة أهم من أي أسطورة أسطورة عن جد أسطورة وعنده تواضع منه عادة يعني أنا اليوم بتحدّر تفوت على بيت أي نجم اليوم وتلاقي محطوط صور باقي الفنانين طبع عصره على الحيط عنده أبوه ديع تفوت على سنون بيته صور كل النجوم اللي قطعه بجيله محطوطين على الحياة طب هيدا هيدا إنسان يعني ما فيك ما تحترمه أنا اليوم لما بآخر الكليب حاطت صورته حد عبدالحليم ووردة مع حفظ الأقاء بأكيد للجميع أول ردك فعلا قاله كيف حاطتتني بيناتهم قال لي قال لي أنا مين أدامهم قال لي أنا بالنسبة لي إلي أنت هون محلك قال لي إيه بالنسبة لي بس أنا ما بحط حالي أنا ما في أنا ما أنا هنا هنه 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 هل قد تواضع هل قد تواضع هل قد تواضع وهل قد إنسان بيحضر وبيتابع كل شي لأن اليوم مثلا بيحضر الكل بيعرف شو فيه أغنى على الساحة بيعرف الصغير والكبير بيعرف مقابلات يعني الشي كثير حلو عينك عمين اليوم إلي بعد أبوديع بعد أبوديع عينك شي عم تحضر له لقدام أبوديع أبوديع لا 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 هناك شي معين أحضر له هناك مسلسع أحضر له لكن عيني عن جد أنا أبنقل كليبات تنقية لأنه إذا لم يكن يوجد شيء أدم للفنان أو للغنية بحضة ذاتها فتفضل ما أشتغلها عن جد ليس لديك كليبات قليلة لكن عندك شغف بالموسيقى تحب الفن يا راد في غنة عندك شيء صوت موسيقى أبوديع 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 من من الفنانات على الساحة اللبنانية تحديدا تحب أن تكون بطلة بأعمالك قلت قبل الحاجة عيدة نانسي عجرام أكيد وصباح عيننا علي لنانسي عجرام كل العالم عينوا عن نانسي عجرام بس نانسي أبوديع تحتاج جمعي هناك شيء يتحضر أبوديع 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 إخراجيا ممكن كليب مع نانسي عجرام أبوديع 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 بشار الجواد ضمن إدارة إذا أريدك أعمالك وأنت مستلم فنيا متبنى هالموهبية التي شاركت بزاويس في 2014 إذا أمني 18 18 سيحدث بشار 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 سيقوم بتجربة تمثيلة لكن ليس هناك معك ما أعرض ليس هناك بشار يصبت بشار بشار يمكن أن يكون كتابة فنان لا يقول فنان فنان يقوم بشار ليس لماذا أمنت بشار إلي ما رأيك أنت لأمنا دي بشعر. أنا مقدم اللقاء. أنا عن جد ما في حدا يسمع صوت بشعر ويقول أنه هذا مش شاب بيستاهل الدعم وهذا مش من أجمل الأصوات اللي فيك تسمعها وحضوره والكريزما تبعه والأخلاقه وتغزيبه. من أول سينجل عمل جماهيرية عمل قاعدة كبيرة بين الجمهور. صح. هذا رأيه. وأنا بقول هي من اللعب يتحظني. يعني فيكتين ناس قالوا شنص بالغنية الأولى معهيلة وشنص كان اليوم ما أنه بقى موجود. أنا بقول بشار هو دحكته وشخصيته وصوته. هن نجاح ترى راه. مش ترى راه هي نجاح ببشار. بالعودة للدراما اللي اليوم عم نشوف دراما معربة. دراما مستنسخة عم تكون نسخ لسق دغري من مسلسل أجنبي معرب بلاكني سوريا مع كمان ممثلين لبنانيين وكان في عدة نسخات سابقة. وهلأ كمان عم ينشغل بتركيا لقدام بعض أعمال تانية. شو رأيك بتجربة المسلسلات المعربة عم تخدم فعليا الهوية العربية بعيدة كل البعض إنتاج أكتر من دراما حقيقية؟ أنا عطول عندي بكل اجتماع بقعد لتحضل لأي مسلسل. عطول بقول خلونا بمشاكلنا نحن. خلونا بقضاينا نحن. خلونا بإحساسنا نحن. خلونا بإحساسنا نحن. خلونا المسلسلات تكون مليون إحساس. عن جد هذا الشيء من نجح العمل. العالم لما تتأثر لما تقدر تتعاطف معك لما تقدر تحضرك. بس كمين حلوة إليها المسلسلات. أكيد إليها جمهورة. أكيد إليها جمهورة بس اليوم اليوم بدك تعمل نجاح تبع شتية بيروت. شتية بيروت برجع بلك ليه نجح. بيشبهنا. قادر شوفه ببيته. قادر شوفها شخصية ببيته أو جارته أو جارة أو أصحابه. كلنا منعرف هالالقصص اللي عم تصير. يعني مثلا وعطبالشنا بشتية بيروت كنا عم نقول ما بقفى طار. هذا الطار خلصت. لم يكن هناك جمعة واحدة. صار في مشاكل بلبنان. قصت الطار. ما خلصت الطار يعني فيه. يعني أنت أصلاك المسلسلات اللي عم نحضرها اليوم ما بتشبهنا. وبعيدة عن الواقع العربي. مشكلة. بس كثير في مسلسلات ما بتشبهنا. تبعت شي من هنا هيدون المعربين؟ أصلاك اللي بتصورها هلأ بتركيا. أولا تصوره قبل عروس بيروت. عروس بيروت. أكيد شوفنا. شرعك بستيلتو بالتحديد. شفت كم مشهد على إنستغام. لأنه أنا كنت عم جاد هلأ فكنت نعم كون ديبلوماسي. بس نحن كنا بفترة هلأ محضر لمسلسلة. كثير معجوء بالقرية كنت. كثير معجوء بالخبار. شفت شوية مشاهد. على إنستغام. اللي شفتون. ما رأيك اليوم؟ خاليني لأشوف. همشي معك بالحلقة لأخير اللقاء. لأخير اللقاء. شو رأيه؟ العالم حبينه. هذا الأهم من رأيه من رأيه كل العالم. العالم حبينه اليوم. وين يسألوني. هذا نجح. صح؟ شو بهم بقى رأيه ورأيك ورأيه كل العالم. إذا نجح العمل والعالم وصلون. خلاص. صننا في العمل اللي أنه نوعا ما جري. وقدم صورة جديدة للمشاهدين. بغض النظر إذا بيشبه هويتنا العربية أو لا. وشفنا قبل مشهد كان تحت إدارة إخراجك. كمان كان جري. جمع جري غزال وزينة مكي. باتخت. بلا صحيح؟ ولا كان باتخت. زدت باتخت. العمل كان باتخت كان نوعا ما جري. قدم للمشاهد بطريقة ساخنة. خلينا أقول. اليوم عم نشوف قبولات مشاهد حميمية أكتر بالدراما. الفنان السوري رشيد عساف يقول لك أن القبولات ما بتخدم الدراما وهي عاب. فينا ما نعملها. فيك تعمال مسلسل كان بلل بوسع التم؟ ولا لا؟ بعملت مسلسل مع بوسع التم. لتكامو خرج. بعملت مسلسل فيه بوسع التم. أنا عانجال بتحدى أي حدا يقول أنه مشهد من شتية بيروت بين جري غزالو وزينة مكي. كان مستفز أو كان بيزعج النظر أو بيخلي يقول عيب شو عم بحضر هلأ. كان معمول بكل أحترام. كنا نحن عاطرين نقول عيب خلس المشهد ومقالنا. مقالنا عيب شفت على. لأن أنا كنت عم بوسع أولها. في هالخيط رفيع بين أن الشي بصريا مؤنع وحلو من شي خلس سلم قريف. هون شغلة المخرج يعرف اللمت يعرف الحدود بين الشغلتين. عن جد أنا بجعب وتحدى أي حدا يقول لي هذا الشي كان عيب اللي صار هون. ما في عيب. أنا مع هيك مشاهد طالما هي مبررة بمحلة. ليه لما نحضر فين أجنبة ما بيزعجونا ولا حتى منوقف عندهم. بيكملوا عادة بيمرؤوا مروروا الكرام. ليه بس نحن نعملهم هون بيستفزوا. يمكن لأنه نحن بنحط من المطرح أن مش وقتهم. ويمكن إذا قشت البوسع بمطرح تحسنه خلص بوصة بعض. يعني المشاهد بيحسنه خلص عن جر بوصة بقى. بيقول المشاهد على فترة. طبعا بيقولها بس لما يعلموها بنتقد. بس بيناتنا كمخرج البوسع التم هي ضرورة درامية؟ فينا بلاها ولا لا؟ فينا بلاها أكيد فينا بلاها. في محل الأحساس بين الشخصيتين وصل لمحل تحسن هذا الشي الوحيد رح يترجمه صح. أنا بعض المشاهدين بيقولوا بالبيت يلا بوصة. متفاعلين بيكونوا مع المشهد ومش غلط تقطع البوسة. بس الفكرة بالإخراج بكيف طريقة تقديمها إذا مبتزلة أو إغراء راقي. صح. أنا أبدأ لك أن أنت بالدراما وبالكليبات وكل شيء لا يمكنك ترضيك للعالم. كيف يمكنك أن تزعج بكerel. أنا أحب أن نعلق عليه صراحة. ونحب أن نعلق وكل عالم تفهم الفن كثير وكل عالم محللون فنيين. فجأة وكل عالم يريدون مخبئين وسائلات تويتر أو الإنسطة. صورة لقلهم شخصية ليسترجمون سوعة للعالم. لكنهم يعملون حروبة على كل عالم. وهم وراهم أناس ثاني. بلشت بالأول أقرأ ماذا نكتب قوات عنه؟ كنت تشعر أنه انزعج مقصود تشعر؟ بالنسبة للي لا أريد أن أقرأ وما سأقرأ وكتبوا البت كونية، لا يوجد مشكلة لأننا في الأوقات هناك ناس مجيشة لهذا الموضوع هناك ناس وراه الناس لا يحطمونه وطالما الإنسان لا ينجح، لا يحطمونه ما أكثر انتقاد أزاك؟ أو أريد أن أثر فيك قبل؟ لا يوجد انتقاد واحد فيه أول ما نزل، أول كم حلقة من شبت يا بيروت كنت كثيراً مبسوط بالعمل وكثيراً مبسوط أن أعرف أصداء العالم في التقريد كم شغلة كنت تشعر أنه ولا أهلاً بعدين تشعر أنه هو الناس فيه وراه الناس أو هؤلاء الناس زهانين يكتبون بالدنيا لأنه يوجد انتقاد أوقات ينقل تشعر أنه هذا الشخص يحكي بمهنية وطريقة محترمة ولكن هناك وقت تشعر أنه أفضل الأصد منه تجريح تجريح بالشخص من المسلسلات التي نعرضت مؤخراً على المنصات كمسلسل العين بالعين التي جمع الفنان رامي عياش والسرين عبد النور وكينتحت إدارة إخراج رندا عالم وجلة تحية كمان صديقة عزيزة رندا رامي عياش نجح كممثل أم كفنان أكثر ما تقول لي محضرت الأعمال؟ محضرت عن جد عن جد محضرت لا تحضر أعمال زملائك لا تحضر أعمال عين بالعين نزل كنت بعد أن أخذ بيروت 303 وبيروت 303 كان فيه ضغط كثير كبير فأنا حسيت بمرحل مراحل أنا بحاجة أن أقعد شوية لحالة ما أخضر شي بس أقعد شوية وأبعد شوية الصيفية ولا أقدر أنا أرجع عن جديد أعطي فللأسف العين بالعين لم أرق في هذه الفترة بس أكيد رأي أحضره ما صدقتك؟ عن جد صدقني واللي بيعرفون بيعفهم مخرج أنيني وما بتعطي رأيك بشغل أصدقائك وزملائك بس أنا بدي أقول شي راند العالم أنا من الناس اللي بيحبوا شغلة كتير إن كان بالكليبات ولا بالدراما وأنا اللي بدو يسميها مخرج الكليبات يسميها اللي بدو يسميها مخرج دراما اللي بدكني يسميها ها مخرجة كتير شطرة رامي عايش أكيد عنده أحساس عالة كتير شفتوا قبل شفتوا مسأل بعشرين عشرين مسأل بمسلسل لبناني أمير الليل صح صح رامي عايش أكيد إذا هو حيب هذا الشيء بإدارة إذا كان معه مخرج عم يديره صح أكيد رح ينجح رامي عايش مع أنه فنان مطرب يدخل عالم التمثيل يعمل تجربة أنا معي يعمل تجربة كان في تجربة قديما لعاصي الحلاني بمسلسل اسم العرب وهلأ صار في عنا رامي عايش كان فيه ميريان فارس من قبل ودخلت عالم التمثيل بأكثر من مسلسل غلط أم صح؟ دا مش غلط أكيد مش غلط أنت بدك ننسي عجرام دا أنا بدك كل العالم أنا بدك كل العالم اللي بيستاهلوا يكونوا حصرية العمل مع شركة إنتاج واحدة تدعم المخرج أو تقضي عليه مهنيا؟ أنا من مع الحصرية أنا ضد الحصرية وأنت ستسألني إذا أنا خصرية أنا من خصرية أنا من خصرية وأنا ضد الحصرية ولكن تفهموا بعد يا إليب تصير أنت والشركة أكثر بيعرفوا أنه المخرج عنده متطلبات خاصة نحنا قدرين نلبيها وين الغلط إذا؟ أنا ما لما النص عم بيجيني وأنا مبسوط فيه وعبالي تسول هيك نص من شركة من وين ما بيجي النص يعني اليوم أنا مبسوط كتير مع شركة صباح مثل ما قبل كنت مبسوط مع إيجل مثل ما كمان صورت أول بدايتي مع مروان حداد ومعندي مش لي عيد التجربة مع كل العالم ومعنها جديدة كمان كيف؟ وأنا بتمنى أن شركة الإنتاج ما بقى نحط بمواقف وين بدنا ننقع ياهون ياهون أنا حدا بتمنى لا إذا ستسألني إذا أنا نحطت بالموقف لا إذا أقولني كتير هذا تصريح خطير تم فرض عليك خيار أنه إينا إحنا ياهن أبدا لأنه صار مع كتاب ليس مع مخرجين بدك تختاري يا صباح يا إيجل فيلمس واختارت الكاتبة وحق الشخصي أه أنا أنا ما صارت معي ما صارت معي وأنا واضح من الأول أنا مني مني حصر مع حدا بس أنا اليوم صباح بعتبرها بيتة متل ما إيجل كمان اعتبرت اشتغلت مع 2 إيجل كيف توصف تجربتك مع الصباح بعد تجربتك مع إيجل فيلمس تعايد يعني الصباح كانت الخطوة الثانية صح؟ أول شي كنت مع إيجل بالعودة بالعودة صح؟ بعدين إجيت لشركة الصباح صح وين كان سقف المساحة الإخراجية أعلى؟ وين كان اليوم معطى حرية أكتر؟ هلا ما في شك إنه ما في شك إنه لأنه وين اليوم كبر وين نضج كان مخرج إذا بدك والنصوص كانت أكبر هي بالصباح بس هذا مش معينتها أنا لما كنت بإيجل كنت محدود بس كانت بعد أول تجربة إذا بدك هالقد كبير اللعلي سو أكيد كان في شيء بس لا ما على اثنين هل تعطينا جواب من الشركة من الشركة الأقوى بيناتهم أقدر تعطي جواب أنت أقدر تعطي جواب ما حدا فيها أعطي جواب اليوم ما في الشركة أقوى فيها أعمال أنا ما عندي فكرة إنتاجيا من الأقوى ولكن عربيا من منتشر أكتر بلك صباح عم تشتغل مع إلهام شاهين مونة شلبي جربوا إيجل فيلمز يروحوا يمكن بعنبر بظن كان اسم المسلسل جربوا يروحوا لناس عرب ولكن ما كان فيها النجاح الواضح مثل مسلسل إلهام شاهين ومونة شلبي أثنينتهم شركتين كثير كبار أثنينتهم كثير شركتين كبار عربيا وأثنينتهم اليوم مسلسلتهم تنبيع أما تتصور أنا مني هون تأحكم من الأقوى أنا اليوم عنده مسلسل مع الصباح هذا اللي بالله أكيد هنحكي عنه هلا مين ممثل سوريا اللي بعد ما اشتغلت معه وحبب أنه يكون فيه تعاون بينتكم أكيد كثير أكيد كثير أسم ممثل سوريا واحد عبالي اشتغل مع مكسيم خليل أو باس الخياطة بس ما اخترتهم معك بالعمل الجديد ما اخترتهم بالعمل الجديد؟ لا هل تحب اللي مجرد عبالي مضموط أكثر؟ لا أكيد إجمالا الشركة والمحطة اللي عم تعرض بيختاروا؟ بيختاروا؟ ينعلق برمضان 2023 إذا مسلسلك يعرض على MTV أو LBC أو MBC أو أي قناة أخرى بيحددوا هن من البطل؟ لا بس أوارت بيكون في فكرة نعطيت ولما صار نقاش بين الشركة مين عم فاكروا تجيبهم؟ بيصير في هالنقاش حول أسامر أكيد أكيد همانا صر طيب صر؟ ما بعرف بي 2023 هتكون بالسجن؟ ماذا؟ ظهرت ظهرت ليه؟ غيرته الاسم لي؟ هو الاسم والمرة كان اسمه بسجن تسرى؟ تسرى بيتهك وكان على أساس واحد من الأفكار كان يكون اسمه بسجن بس ما كان اسمه بسجن ما اسمه العمل اليوم؟ هو العمل اليوم خرج من منافسة في رمضان كيف؟ صار منصات؟ صار مش منصات، صار هذا النص لأنه نحن لقنا أنه النص بعده عم نكتبه مع بالنا نرجع نفوت بمسلسل هون أنا بحترم شركة صباحة على هذا القرار لحتى ما نفوت بشي بعجلة هذا النص بده بعد وقت كتابته، ما خلص كتابته، سقررنا ما نستعجل ونسلق الخبرية ونفوت برمضان ما هتكون برمضان 2023؟ أنا شخصيا، مبدئيا لا ايه؟ بدك سكوك ليه بس من ورا هالعمل بالتحديد؟ ولا سيكون في عمل بديل الشركة تحضره؟ هلأ نحن عم نشوف نص في شيء نفوت فيه، هلأ في شيء جاهز حلو كتير، كلنا مقتنعين فيه بس هون أنا برجع بقول أنا بحترم شركة صباح كتير لما تلاقي إنه هذا العمل إذا منه جاهز هي منه خبرية بس إنه نحن نصور وننزل ونعمل أعمال بس رمضان موسم الصباق الرمضاني؟ ما هو في شيء اسمه الصباق رمضان يعني صار المسلسل اللي بي رمضان أو برات رمضان نفس الشيء يعني بالعكس إذا شيء برات رمضان ما بيضيع بخبرية العجئة مسلسلات يعني خلاص يكون شرط يا بريك مكن حسامته الأمر إنه هالمسلسل مش هنعرض برمضان هيدا المسلسل ما رح نعرض برمضان يمكن لحق نعم المسلسل تاني محله إذا تلاقي النص الصح يمكن إذا لا ما حدا منا مستعجل لحتي يفوت برمضان رحنا مسلسل من بعده من بعد رمضان إذا بعد ما نشغل المسلسل ما بلشتوا فيه بعدهم نفسهم الأبطال أو ممكن يتغيروا؟ نحن رح نشتغل على يكونوا نفس الأبطال معنا الشركة الصباح كمان هالقد مهتم بالكاسكي هن كنوا ماتفقين معهن إنه ما يكونوا إذيوا أي حدا نحن نكون بعدنا محافظين على نفس المسلين معنا ليهن كارين رزق الله كارين رزق الله معتسم النهار توني عيسى أمي صياح بعد أمي صياح؟ بعد أمي صياح؟ إنه على علمي خلاص العمل نحن متأملين أنه فيه عمل مميز حيكون برمضان؟ لا، فيه عمل مميز بعد رمضان منصات؟ فلنحن نحكي عنه سوري للبناني؟ عم لبناني بس مريك؟ سوري للبنانية؟ هلأ أرجع بلك، عم نحكي عن من قلع اسمه بالسجن؟ هذا هذا بعض و Lumot هنا بعض وم نشغل على الورق هو سوري للبنانية؟ بعد ما هلأ ما وصلني ولا حلق منه معا هلأ عمل نشوف أي نص حلو نفوت فيه مع مين حابب يكون النص من الكتاب؟ كاتب قديم اعملت معه؟ أم كاتب جديد؟ أجرب أنا أسرع منك معلومات أنا ماني مع ما عم بجي أقول بدي هذا الكاتب المحدد أنا مع النص الحلو أنا مع القصة الحلوية وهون صافي أنا بعتبر عنا 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 مشكلة اللي هي كثير صعب صار تلاقي نص كثير حلو كثير صعب تلاقي حدا عنجاد عم يكتب فكرة عنده شي يقوله صارنا عم نكتب قصص بس قصص اللي بتبيعي يمكن ما بعرف هون أنا بدي عنجاد بدي أقول لكل كتاب بيرجعوا يكتبوا يرجعوا يطلعوا شي جواتهم يعني ما عم تلاقوا نص مناسب صعب؟ مش ما عم تلاقوا نص مناسب هل عم يدوروا الشركة أنا عبول أنا بانو أنا عبالي عبالي مشتاق أرجع إلى نص حلو في عنا مشكلة بالورق بالنصوص في عنا مشكلة في عنا مشكلة هي لعنا المخرجين وعنا كاست العمل ممثلين وممثلات بس الورق واضح أنه ما عم يقنعكن في عنا مشكلة هي أنت لما كاتب يكتب بقصة طالع من جواته عن جد عنده شي هو بده يقوله هذا بيكون نص قوي هذا بيكون ورق قوي هذا بتحس أنه عن جد مكتوب بشغف مكتوب بطريقة أنه ما فيك تقريب تقول ياريت هيك خلاص عمل ما فيك تقول شي قدامه حيكونوا نفس الممثلين كمان خلاص الشركة ما تتغير لك ما فيك تجبر ممثل على عمل تاني نحنا كنا متفكين مع هؤل الممثلين على هذا النص اليوم لما يتغير النص ترجع الحرية للمثل إذا كنت له يفوت بهذا العمل أو ما يفوت بهذا العمل هذه الحرية إلي قبل ما أختم بسgroup نحنا سندعني على نفس المثلات أعطيني اسم موهي بشبة إن كان ميل أو فيميل مآمن فيها بالدراما وحبب تعطيه فرص أو عم تعطيه فرص لأنه تستاهل موهي بشبة أنا بنسك للي بما أنه حكينا عنهم وكانوا معي بل أنا بنسك للي زينة مكي وجاري غزال تنين مميزين جدا وتجاري كثير عم تلبق له الكاميرا صراحة تجاري عباله حاله تشوف إنسان عم يشتغل بمحبة بشغف وخيفين على حاله هؤلاء الناس اللي حلو تشتغل معهم الناس اللي بخافوا حالهم حتى يكتب حلو خلو تجاري يكتب ناس بجوز يتلع معه بجوز يتلع معه أفكار تشبهنا لأن الكتاب يصدره مؤخرا كتير بيشبه حياتنا اليومية العيلة والرفقة والأصحاب شي كتير مميز لكن إليم ما حنشوفك برمضان 2023 مع الأصف لا حد هلأ لا هل لحظة لا إن شاء الله إذا فجأة نتلاقي نص سريع في نفط فيه نتأمل أنه يكون فيه شي سريع يتحضر بالشركة بدي أتشكرك إلي على هذا اللقاء العفوي والمهضوم بدي إليك إنه شي كتير مميز تكون حياتنا مصورة هالقد بعدسة فنان محترف واضح إنه الفن عندك إلو قبلة ومسار صحيح لا بتروح يمين ولا شميل وإذا كنت أنت عملت هيدا أنا ففي يقلك أنا أنه هيدا هو إلي سمعان مخرج صنع في بيروت حبيبي شرفتنا يا إلي أل agreeing توافراك